اشتركوا في القناة اليوم احنا رح نحكي عن عطارد كوكب عطارد كوكب الاتصالات كوكب الحركة كوكب البديهة معنى عطارد يعتبر من الكواكب السريعة يعني بنتقل تقريبا حوالين الشمس يا قبلها يا بعدها عطارد له تأثيرات مهمة على الفكر والادراك اليوم رح يكون شرحنا عنه ايش يعني لما يكون هو في برج معين ساعة الميلاد وايش يعني لما يكون هو في بيت معين في الطالع فلما انت تيجي بدك تحلل شخصية اي بني ادم دائما تطلع عشان شوفه ذكي مش ذكي شاطر في الدراسة استيعابه حركته نشاطه هاي الامور دائما بتطلع انت على عطارد ففي الخارطة الفلكية بتحسب له اول اشي هو في اي برج بتعرف انت من تأثيراته وبتعرف انت في اي بيت لالو طبعا حلقة البيوت موجودة في القناة موجودة تحت في صندوق الوصف تقدر ترجع لها عشان تفهم شوي عن البيوت فبتعرف انت تكوين الشخص وفكره من خلال دراستك لموقعه طبعا احنا في الحلقات الماضية شرحنا الشمس وشرحنا القمر فاليوم رح نحكي عن هذا الكوكب خلينا نشوف احنا التأثيرات على الابراج وعلى البيوت ونحكي طبعا قبل ما تبلش ورقة وقلم لانه بدي تسجل هاي المعلومات انا بحكيها بمختصر عشان انت تحفظها لانه هاي بتساعدك في عملية قراءة الاشخاص عطارد في الحمل نتوصل الى قراراتنا بسرعة واندفاء ما بندافع عنها بغض النظر كانت صحيحة ولا كانت خطأ عطارد في الثور تتركز افكارنا على الجوانب العملية للموضوع اللي منعالجه ومنتوصل لقراراتنا ببطء ومندافع عنها بعناد عطارد في الجوزاء منقيم خطواتنا بشكل منطقي وبكون قرارنا مبني على المنطقية ومنكون فضوليين لمعرفة ما يدور من حولنا من امور عطارد في السرطان عندما نتخذ قرار ما فإننا نأخذ بالحسبان الجانب العاطفي فيه عطارد في الأسد تنصب افكارنا على المواضيع ذات اهمية كبيرة فمنتخذ قراراتنا ببطء ولكن يصعب ثنينا عن ذلك بعد اتخاذ القرار عطارد في العذراء تكون افكارنا دقيقة وفي صلب الموضوع عطارد في الميزان يتساءل عن الطريقة التي يفكر بها الآخرون ونجده يتردد في اتخاذ قراره حتى يتأكد من صحته عطارد في العقرب هذا الشخص يحتفظ بقسم من افكاره سرا دفينا بينه وبين نفسه ويحاول تغلغل في نفوس الآخرين لمعرفة خباياهم عطارد في القوس هذا الشخص لا يبدي اهتماما كبيرا بالحقائق بقدر اهتمامه بما يدور حوله من امور كما انه قادر على ابتكار شيء جديد عطارد في الجدي هذا الشخص تنصب افكاره على الجوانب العملية للموضوع اللي بيشغله وبيكون على استعداد للدخول في حالة من الاكتئاب اسرع من غيره عطارد في الدلو هذا الشخص افكاره غير متحيزة للاعتبارات الشخصية ويثق بالمثل العليا للحقيقة عطارد في الحوت يجد هذا الشخص ان قسما كبيرا من افكاره مصدرها قوة الحدث والالهام هيك منكون انتهينا من عطارد في الابراج ووصلنا الان لعطارد في البيوت الاثنى عشر عطارد في البيت الاول يستخدم الكتابة والكلام في حياته اليومية اكثر من غيره عطارد في البيت الثاني ينصب تفكيره حول افضل السبل لكسب المال عطارد في البيت الثالث يكون ذكيا سريع البديهة ويميل للتحدث كثيرا عبر الهاتف عطارد في البيت الرابع يميل الى تثقيف نفسه بنفسه من داخل بيته عطارد في البيت الخامس يبدي اهتماما بنشاطات ادبية ويميل لتثقيف الاولاد عطارد في البيت السادس يتمتع بدماغ قوي ويكون قادر على دراسة موضوع صعب مثل الطب والهندسة عطارد في البيت السابع يميل الى تبادل الاراء مع الشركاء وقد يتزوج ممن هو اصغر منه سنا عطارد في البيت الثامن يبدي اهتماما بالامور الغامضة في الحياة مثل الحياة والموت عطارد في البيت التاسع يميل للسفر كثيرا عطارد في البيت العاشر تفيده افكاره في العمل وبالذات في علاقاته مع المسؤولين عطارد في البيت الحادي عشر يميل الى تبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء عطارد في البيت الثاني وتحاولوا تطبقوها طبعا اللي بدو يعرف الخارطة الفلكية وعطارد وين كان موجود في ساعة ولادته في رابط موجود في صندوق الوصف محطوط في اسم موقع بتقدر تدخل عليه انت ومن خلاله تطلع الخارطة الفلكية واذا ما عرفت تستخدمه في برضو رابط تحت موجود لطريقة استخدام الموقع وكيف انت تستخدمه وتستخرج خارطتك الفلكية تعرف طالعك والكواكب كلها وين موجودة وبتمنى اي شخص يعني بسأل في القناة تحت مثلا بتشوفه انه هو كاتب انه انا وين طالعي او وين العطاردي موجود او هاد هو مثلا ما بعرف او ما بعرف لغة انجليزية وانت بتعرف هذه الامور ارجو انكوا تتساعدوا وتتعاونوا في هاي المسألة يعني اللي بيقدر انه يفيد اخوه او يساعدوا الو اجر في هذا الموضوع وإلكوا كل الاحترام والتقدير هيك وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم بتمنى انه يكون سهل وفهمته بسهولة اللي عنده سؤال يكتبه في تحت التعليقات وفي النهاية منقول والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء